السلام عليكم كيف ماشتوا معايا طريقة جديدة لتحضير اللوبيا والاحتفاظ بها بلا ما تخسر ليك اول حاجة غادي نحتاجوا ان ننقيوا اللوبيا على هاد الشكل كيف ما غادي تشوفوا معايا غادي نختار اللوبيا اللي تكون طرية موسمية وبهاد طريقة غادي تقدري انك تحتفظ بها على طول السنة في المنزل ديالك وفي نفس الوقت غادي تبقى لك توجدها في جميع الوصفات اللي كتبغي اول حاجة غادي نقلوا اللوبيا كيف ماشتوا معايا بهذا الطريقة اه بنسبة للشكل غادي بقى اختياري لكم مع الحساب القرآة اللي تقول لي استعملتوا تقدروا تديروهم طوال تقدروا تديروهم هكا كيف مادرتم اناق سورين من بعد ما نقيت اللوبيا غسلتها بطبيعة الحال وخليتها انها تستقطر من المال اللي كين فيها واحد خمسة دقائق قتل عشرات دقائق من بعد غادي نحتاج الملح اه يعني المكون الوحيد اللي غادي نستعمل في هذه الوصفة هو الملح وعندو واحد دور فعال كيف ماشتون ملح الخاشن عندو واحد دور فعال انني نحتفظ بال بالا 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 على طول العام وفي نفس الوقت اه بواحد طريقة اللي زوينا وامنا وفي نفس الوقت ما غاديش تخسر لكم غادي نوريكم جميع الاسرار انها اه تنجح لكم هاد الوصفة اول حاجة غادي نحتاج واحد القرآة كيف مكتشوفوا معايا وكيف مكتبكم الملح الخاشن اه اللوبيا اه اه اقطعوها كيف ما بغيتو غي انما انا غاني نقترح عليكم جوج كتير احاس عندكم هكا الا كان عدد الافراد كتير اه اه بطبيعة الحال استعملوا قرآة كبيرة كيف ما درت انا اذا كانوا عدد الافراد قلال اه اه اكن نصحكم انكم ديروا قرآة صغار ولمت وسطين هاكذا منيك تحلي القرآة حي تخسكي لحليتي القرآة تكون سوميها تقريبا كاملها في ديك المدة دي العشر يام حتى الخمسة تشري ايوم الا كان عدد الافراد قليل وششتي هاد الكمية تقدر لانه يلاحب مشيتي تحليتي القرآة صافي خسكي تستعمليها ما يمكنش عمجي تضياء وتحتفظي بها لا يعني استعملي قرآة اللي يكونوا متوسطين هاكذا منيك تحلي القرآة كافية انها تستعملي في هاداك القياس اللي بغيتي كيف ما شفتوا معي انا كناخد ديك القرآة كنحاول نعمرها باكبر عدد ديال ديال اللوبيا يعني وما كنحاول ما نخليش الفراغات يعني وانا كنعمرها وانا كنحركها وكنضربيها شوية باش كتهبط لياللوبيا هاتوا ما منيك تشوفوا معايا ما حدي كنضربيها ومحد اللوبيا كتهبط وانا كنضيف الكيمياء كاملها كما قلت لكم راح كيني الناس اللي علش كتخسر ليهو من اللوبيا الى درتي هاد البرتمانات الكبار كيف ما قلت لكم الى كالعدد كبير اما الى كنتنتم مع عدد افراد قلال ودرتي برتمان كبير غا تحليه ما غادي تجي تساليه تتلقي كي صافي بدك يخسر يعني من الاحسن نستعملي قرعات ليكونوا متوسطين ولا صغار هكذا منيك تجب دي القرعات كتستعمليها في ديك عشر يام حتى الخمسة عشر يوم تلعشرين يوم وكتكون كافية لك هناك نحاول ان كيف ما شوشوا معايا غاني نحرك القرعات وانضغط على على اللوبيا حتى ندخل اكبر كمية حسب منيك الطيبرة كتزيت هبط يعني باش ما دخلتوا الكمية كبيرة في ديك القرعات باش ما مزيلا لكم يعني كتستعملو عدد قليل من القرعات لانا منيك بدون نخللو ولا نصيبو هاد النوع دير وصفات كان سالي ولينا القرعات لمنعودش لكم انا يعني عندي مشكل مهم غادي نحاول ان ندخل اكبر كمية هاد القرعات وكيف ماش اللي غادي نشارك معاكم بالنسبة الماء غادي نحتاجوا بطبيعة الحلماء وغادي نحتاجوا الملح الملح الخاشين رأور ريتكم را تسيتو نوعية جيدة را تسيتو بعد فالاسواق اللي عندكم اه من ما عندكم ما بينه засمال كمية الخاشين قدروا تستعملوا الملح العادي الماء غادي إما تستعملوا الم المياه الفيلتر إلا كان هو متوفر عنده إذا ما كان راتنا فاين team غاد يديروا الماء رمض يطيب scoring احتى يدفق والغا دي البرودة وديك الساعة غري تستعمله في هاد الوصفة يعني ضروري يكون الماء طيب من قبل والليلة كان عندكم المادية الفيلتر مزيان راح تهو استعمله غا كيف مشفتو معايا ركن انا كندخل وفي نفس الوقت كندغط عليها جيدا باش كدخليه اكبر كمية من 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 اللوبيا هانا غاني نحتاج انا عندي الماد الفيلتر يعني محتاجيش انني نطيبوه من قبل يعني وانتو مينما كيف ما قلت لكم طيبوه من قبل وخليوه حتى يدفق جاي لبرودية عاديك ساعة صبوه في القرعة ديالكم غاني نضيف كمية لا بأس بها من الملح تقريبا جاي الجوج مع القو نص ديال الملح الخاشير وغاني نضيف الماء كيف ما غلي تشوفوا معايا حتى تغطى القرعة كاملها كنحاول ان الماء يغطي القرعة كاملها حتى ما يبقاش باين لي اللوبيا نهائيا انتم ما شفتو يعني حتى تغطى اللوبيا كلها بالماء من بعد غاني ندير واحد البلاستيك غدائي او البلاستيك عادي اللي توفر عندكم كنست به القرعة ضروري يكون داك الحائل كيف ما عرفتو ركن ديروا الملح والملح كيتفاعل سواء تويلا كانت الغطاية ديال البلاستيك كان نصحكم انكم تديروا داك البلاستيك الغدائي لانه ما كيخليش مجرى الهواء باش يخرج يعني كتكونوا مسأكدين انها تفيكسات انا عندي بلاستيك عادية راكش اخديسها ستيس بها ومن بعد كل جواني بغاني نقطعهم بالمقص وعني نايدة المهم هادي هي الطريقة كان نغطي القرعة عادية لي بالبلاستيك كيف ما كنت لكم سواء الغطاية تكون من البلاستيك ولا من الحديد بحال بحال يعني حساد البلاستيك كيف ما كنت معي هادي هي الطريقة الاولى المرحلة الثانية غني نحتاجوا كاسرول اللي غني ندير فيها الماء وغني نحتاجوا واحد زيف ولا كتانا مهم كيف ما كتسميها في البلاد ديالكم اللي غني نوضعوا في هاداك الماء هانتوما غني نغطسها في ذاك الماء على هاد الشكل مهم كتديروها مربعة ولا تلتة ولا مهم سربيتة المهم لي توفر عندكم ولكن تكون شوية غليضة غادي نغطسها في هاداك الماء وغادي نوضع القرعة ديالي فوسط من الكاسرول على هاد الشكل غادي نزيد الماء باش تحاول باش يكون الماء شوية طالع باش مني نتغلى ما يكونش عندي المشكل ما نخافش حتى نتحرق ولا هكذا داك نديرو داك الزيف باش ما ترتق لنا القرعة ضروري داك الزيف يكون حائل بينه وبين القرعة كيد ووزليها الحرارة بشوية ومتمني كتغلى ما كتخافش عليها انها تشقق ولا شي حاجة المهم أنا غدي نعمر داك الكاسرول مزيان بالماء حتى تقرب التغطى وكنخليها وناخد واحد الغطاية ديال الطاجين إلا كانت عندكم إلا ما كانت عندكم مشكل ماشي مشكل تقدرو تخليوها هاكا معرية ما كنت اشكال مهم توفرات عندكم قد تشدري داك الزيف يكون التغطيوها في حلقة يمكن لكم تديروها هانتوما كتاثريها وتعودية تغطيها داك الزيف تغطيها داك الزيف يمجي تقضيها داك الزيف يكون السادة كيزيدة عبط عليها من الفوق يعني كتاب لك القرعة من الفوق ومن تحت يعني اختصارا للوقت إلا ما توفرش عندكم كيفما قد لكم الزيف تغطى واغي هاكا بوحديتها هانتوما مادش بزاف تقريمون واحد نصف ساعة ماكسيموم بدت كتابلية اللو بيديا ديالي هذا باش تختصروا وقت طيب لك اللوبيا في اسرع وقت تقريبا ها دي رانعطاها واحد سما نصفي واجدة ما انزلها غير الشرمولة ديالها ولا شي حاجة وهاي واجدة بغد خليها هاي طيبة تقريبا را طيبة جاي لطياب تيكون طاجين ديالي قريبة طيب نديرها من الفوق حتى تكون المريقة ديالي قريبة طيب ونديرها من الفوق نقدر ندير بها شليدات يعني تستعملوها في اي وصفة بغيتوها كنتمنى ان هاد وصفتنا للاعجاب ديالكم ونتمنىكم تخليوا لي التعليق الزوينة ديالكم واي تساؤن عندكم مرحبا خليوا لي كومنتر ما تنسوش اللايك ما تنسوش الاشتراك في القناة ديالي السلام عليكم الى لقاء فيديو جديد ان شاء الله